فماذا بعد سيدنا زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أسأل الله أن يبرك فيكم جميعا وأن يتقبل من هذه السلسلة زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه واللجنة التي شكلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجمع القرآن جمعوا هذا القرآن في هذه الصحف والرقاع من صدور الرجال ومن الأدوات التي تكلمنا عنها فيما مضى وطبعا كان هذا القرآن الذي اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقاطبة على أنه هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حفظ الله تعالى له لأن الكتب السابقة كما ذكرنا وكل الله تعالى حفظها لعلماء هذه الأديان فحرفوها وبدلوها لطبيعتهم المنحرفة أما القرآن لأنه الكتاب الخاتم المهيم الذي سيبقى إلى آخر الدهر قال الله سبحانه وتعالى عنه إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون وكان من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب أن اصطفى الله تعالى مجموعة عظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبت الوحي والقراء والحفاظ حتى وصل القرآن إلى هذه المرحلة في عهد أبي بكر الصديق مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجاءت خلافة عمر رضي الله عنه اتسعت فيها رقعة الفتح الإسلامي ورقعة الدولة الإسلامية يمينا وشمالا في بلاد الشام وفي أرض العراقي توغلت في حروبها مع بلاد الرومي ومع الفرس دخل أناس كثير في دين الله سبحانه وتعالى وبدأ الأمر يستقر وكان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدأ عمر يرسل الصحابة في البلاد ليكونوا مدارس إسلامية لتعليم الناس الكتاب والسنة القرآن كانوا يعلمون الناس حفظ القرآن وتفسير القرآن ويقرؤونهم القرآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان له مجلسا في المدينة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان له مجلسا في المدينة زيد بن ثابت كان له مجلسا في المدينة في مكة عبد الله بن عباس كان له مجلسا أم المؤمنين عائشة كانت لها مجلس أيضا في العراق كان عبد الله بن مسعود له مجلس أبو موسى الأشعري له مجلس هذه المجالس كان التابعون يتعلمون فيها القرآن على يد الصحابة يقرؤونهم يعلمونهم كيف يقرأوا القرآن يفسرون لهم القرآن ويعلمونهم الحديث النبوي الشريف مات عمر بن الخطاب وجاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اتسعت أيضا رقعة الفتح الإسلامي حتى كما في صحيح البخاري وغيره أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كاتم سر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول لنا كنت في فتح أرمينية وأذربيجان الله أكبر يعني ذهب الصحابة في الفتح إلى أرمينية وأذربيجان لما دخل الأعاجم الذين لا يتقنون اللغة العربية في دين الله سبحانه وتعالى فكان عندهم عجمة في قراءة القرآن وطبعا نزل القرآن على سبعة أحرف وتولدت من هذه الأحرف السبعة القراءات طبعا هذا ليس المجال الكلم عنها لأنه يتسع جدا والقراءات كانت تيسر على الناس قراءة القرآن الكريم لأنها نزلت بلهجات العرب الأصيلة وهذه القراءات تفسر بعضها بعضا ومثال ذلك ما جاء في صورة هود أن نوحا عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال لنوح أنه سيغرق الكافرين في الأرض وقال الله لنوح ولا تخاطبني في الذين ظلموا يعني إياك يا نوح أن تشفع لهم إنهم مغرقون إنهم مغرقون فنوح عليه السلام لما مات ولده كافرا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح في هذه فرواة حفص وغيره أي هذا الذي تفعله أنت الآن ينوح عمل غير صالح لأنك تخاطبني وأنا نهيتك أن تخاطبني في الذين ظلموا ولأنهم مغرقون وفي قراءة عند الكسائي إنه عمل غير صالح في قراءة الكسائي إنه عمل غير صالح إذن هذه القراءة تفسر بعضها بعضا وتزيد المعنى بيانا ووضوحا طيب في خلافة عثمان حذيف كان في فتح أرمينية وأذربيجان فوجد الناس يختلفون في قراءة القرآن بعضهم يختلف بسبب هذه القراءات وبعضهم يلحن لحنا جليا يخرج المعنى عن سياقه الذي أراده الله سبحانه وتعالى فترك حذيفة بن اليمان الفتح والقتال انظر إلى الفقه نظر إلى ما هو أعظم ورجع إلى المدينة وقال يا أمير المؤمنين لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها اختلاف اليهود والنصارى انظر إلى فقه الصحابة الكبير يحملنا هذا الهم فعثمان بن عفان في بعض الروايات كان يجد الطلبة الصغار في المدينة في المقارئ أيضا يختلفون هذا يقول قراءته شيخي خير من قراءة شيخك وهذا خطأ الأطفال لا يفهمون فقال عمر هذا يحدث فقال عثمان هذا يحدث في المدينة إذا ما يحدث في الأمصار البعيدة أشد نعم فتشاور مع حذيفة بن اليمان ومع بعض الصحابة المقربين ماذا نصنع في هذا الأمر فاتفق الصحابة على أن يجمع القرآن في مصحف في كتاب واحد وانظر في عهد أبي بكر لم يكن مجموعا في كتاب ولم يكن مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك كتاب إشارة قرآنية إلى أن الله سيمهد لهذا القرآن أن يجمع في هذا الكتاب ويسخر هذه الطاقات البشرية التي لا تعرف الأمة إلى يوم القيامة طاقات وإخلاص قائخلاص هؤلاء اللهم ارزقنا يعني صحباتهم يا رب العالمين زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه سيظهر معنا دور جديد لزيد بن ثابت على ساحة جمع القرآن من يجمع لنا القرآن قالوا ائتونا بزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه الذي لم يزل شابا عقله غضا طريا إن شاء الله إيمانه نظر حافظته قوية جاءوا بزيد بن ثابت في عهد عثمان فقالوا يا زيد أنت صاحب هذا الجمع الأول وأنت رئيس هذه اللجنة سنكون لجنة جديدة من الجهابذة لجمع القرآن فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بالشباب انظر كيف اتكأ أمير المؤمنين على الشباب في أهم أمر عرفته البشرية ألا وهو جمع القرآن جاء بزيد بن ثابت هذا الشاب زيد بن ثابت جاء بزيد بن ثابت ثلاثة معاه أصغر منه أقل واحد فيهم و أصغر منه بعشر سنين تخيل عبد الله بن الزبير بن العوام سعيد بن العاص الأموي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عبد الله بن الزبير بن العوام سعيد بن العاص صحابة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مختلفهم في صحباتي ألا وصحابي ألا تابعي تمام؟ طيب والعجيب عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي سيكتب القرآن معهم عمه أبو جهل ولكن انظر كيف أصبح يعني الإسلام يحول الكافر المعاند إلى رجل من أولياء الله الصالحين ليه جابت ثلاثة دول عبد الله بن الزبير بن العوام أبوه الزبير بن العوام أمه أسماء جده أبوه بكر خالته عائشة رضي الله عنه زوج خالته النبي صلى الله عليه وسلم تربى في هذا المحضن في محضن النبوة وكان حافظا حاذقا لكتاب الله لا يخطئ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان عربيا فصيحا لسانه لا ينحن لحنا واحدا في القرآن ويحفظ القرآن كبسم الله الرحمن الرحيم أما سعيد بن العاص فهذا قصة وحده يحتاج إلى حلقة طبع طبع سعيد بن العاص الأموي كان أعرب الناس في زمانه كانوا يقولون كان أصدق الناس لهجة وكانت لهجته تشبه لهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا كأن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فعثمان بن عفان كانت اللجنة عددها كبيرة لكن هؤلاء رؤوس اللجنة يرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه إيه الفارق بين جمع أبي بكر جمع أبي بكر كان جمعا من كل هذا الشتات ليكون في رقاع واحدة أما في عهد عثمان كان نسخا لهذه الرقاع في مصحف واحد على طريقة تستطيع الأمة من خلالها برسم هذا المصحف الذي سمي بعد ذلك الرسم العثماني نسبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هذا الرسم العثماني ليس عليه نقاط وليس عليه تشكيل لتحتمل هذه الكلمات بهذه الرسم الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وقرئ بها قراءة متوترة بلهجات العرب بلهجات العرب والتي تفسر بعضها بعضا وتزيد المعنى وضوحا طيب زيد بن ثابت أنصاري أما الثلاثة الذين معه عبد الله بن الزبير سعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قراشيون أقحاح ونزل القرآن بلسانهم أول ما نزل نزل بلساني قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قراشي صحيح صلى الله عليه وسلم فقال عثمان بن عفان أقرأكم زيد بن ثابت وأعربكم أي أعلمكم بالعربية سعيد بن العاص فليوم لزيد بن ثابت وليكتب سعيد بن العاص هنيئا لسعيد بن العاص أن شرفه الله بأن يكتب بيده أول مصحف في التاريخ تخيل كرس محمد كل قرآن يقرأ في صلاة أو في مقرأة أو في حفظ في ميزان حسنات في ميزان حسنات كل هؤلاء والذي كتب هنيئا هنيئا شرف عظيم استفاء طبعا وبدأ القراشيون يكتبون تمام يقودوا الكتابة سعيد بن العاص ويملي زيد بن ثابت فبدأوا يختلفوا في بعض الكلمات لأن لغة العرب أحيانا مثلا تجد قبيلة من القبائل تكتب هذه الكلمة بالتاء المفتوحة وهذه تكتبها بالتاء المربوطة فقال لهم أثمان بن عفان أنتم قراشيون نزل القرآن بلسانكم فإذا اختلفتم أنتم وزيد وزيد أنصاري من أهل المدينة فإذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم فاختلفوا في صورة البقرة في كتابة كلمة التابوت أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فاختلفوا في كلمة التابوت نكتبوها بالتاء المربوطة أم بالتاء المفتوحة لأن القرآن نزل مشافهة فكتبوها بلسان قريش بالتاء المفتوحة وفي بعض الكلمات واستقروا على لسان قريش وكتب هذا المصحف وبدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقسمون هذا المصحف إلى أقسام الصور الطوال ثم الصور المئين اللي هي أكثر من مئة آية ثم بعد ذلك المفصل قيل من يسين إلى آخر المصحف وقيل من قفل آخر المصحف اسمه مفصل لأن آياته قصيرة لكثرة الفواصل بين الآيات فكان الراجح أن ترتيب هذا القرآن بهذه الطريقة على هذه السور الراجح من الروايات التي بين أيدينا أنه من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم أهل القرآن رضي الله عنهم وهؤلاء الذين ألهمهم الله هذا ثم أجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا المصحف وبدأ عثمان بن عفان يأمر هؤلاء الصحابة اللجنة أن تنسخ من هذه النسخة نسخا إلى البلاد إلى الأمصار نسخة إلى الشام نسخة إلى مصر نسخة إلى العراق وكل بلد ينسخون نسخا من هذه النسخة الأصيلة ثم أمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن تحرق كل صحيفة سوى هذا المصحف يعني يجوز للي عنده في بيته ورقة قديمة من المصحف أن يحرقها لأن الصحابة أفتوا بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم أحرقوا المصحف لماذا حتى لا يكون هناك شتات لو في حد من الصحابة عنده مصحف في آية نأصة أو صورة مش موجودة محدش يظن أن هذا هو المصحف الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك أمر عثمان الفقيه والصحابة وفقوه على ذلك في حرق كل الصحف إلا هذا المصحف الذي أخذ ينسخ في الأرض يمينا وشمالا بعض الناس أرادوا أن يبلبلوا حول هذا المعنى فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتقولون على عثمان حراق المصاحف والذي نفسي بيده لو كان الأمر إلي لفعلت مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه إجماع الصحابة على هذا القرآن لا يستطيع أحد أن يخالفه بنص القرآن لأن الله قال عن الصحابة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سماهم المؤمنون فقال الله عن هؤلاء المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هؤلاء الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرة إجماع الصحابة هل ريت